بعد أن أعطت الولايات المتحدة الأمريكية الضوء الأخضر لإيران بالتدخل في شؤون العراق منذ 2003 لم تتوقف طهران عن استخدام كل ما بوسعها لتدميره والنيل من سيادته وكرامة شعبه الحكومات المتسلطة على العراقيين كانت الأداة الطيعة للنظام الإيراني في تنفيذ أجنداته وبالتالي جعلوا العراق الحديقة الخلفية لإيران لكن بعد أن طفح الكيل وبلغ السيل الزبا ثار العراقيون في الأول من تشرين الأول الماضي محطمين كل القيود التي أحطتهم بها تلك الأنظمة الفاسدة فأعلنوا من ساحة التحرير رفضهم للنظام الحاكم برمته بل ورفض جميع التدخلات الإيرانية بكل أشكالها ثورة تشرين التي قدمت مئات الشهداء وآلاف الجرحى والمعتقلين أفرزت نتاجاً جديداً لم تكن دوائر القرار والتخطيط تتوقعه فلم يدر في خلد أحدهم أن صور خامنئي وسليماني ستضرب بأحذية المتظاهرين يوماً ما في بلد استجمعوا كل قوتهم لجعله راضخاً لولاية الفقيه لكن الثوار صدحوا بها مدوية إيران بر 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 بغداد تبقى حرة لم يقتصر رفض التدخلات الإيرانية على الشعب العراقي بل جاء في تصريحات شيوخ الدين الشيعة أنفسهم بالعراق يا سيد اتلم هالكم يوم 250 على الأقل 11 ألف جريح كما تقول السلطات الإيرانية العراقية يا سيد اللي قتلوهم مسلحيك مثل ما قتلونا مسلحيك هون في لبنان ومثل مبارح يا سيد إذا بشوف كيف هجموا جماعتك على المتظاهرين الأبرياء العزل وحركوا خيامهم ومع شدة القمع الذي مورس ضد المتظاهرين وقطع وسائل الاتصال إلا أن صوت المتظاهرين كان أعلى من صوت القنابل والرصاص فوصل إلى العالم مطالبا بإسقاط النظام ورموزه ومؤشرا بكل وضوح على تدخلات طهران في العراق وضرورة تقويض المشروع الإيراني في المنطقة بشكل عام